اعلان صهيوني عن وقف اطلاق النار في غزة من جانب واحد اعلان سبقه 11 يوما من الغارات الصهيونية على القطاع والقصف الصاروخي المقاوم الذي طال هذه المرة كثيرا من مدن الكيان المحتل وفشلت منظومة القبة الحديدية إلى حد بعيد في التصديلة انتهت الحرب اذا ولكن ماذا بعد هل تعود الامور إلى ما كانت عليه قبلها ام ان ثمة ما تغير في المشهد الفلسطيني ولا يمكن تجاوزه محللون السياسيون يؤكدون ان معركة سيف القدس بحسب الاسم الذي اطلقته المقاومة الفلسطينية على الحرب الاخيرة لم تحدث فقط تغييرا في المشهد وانما رسمت كذلك اطارا مستقبلية لما يمكن ان يتطور اليه الصراع في فلسطين عسكريا فقد بات من الواضح ان الحصار السياسي والاقتصادي لم يضع في المقاومة الفلسطينية في غزة ولم يحل دون تطوير قدراتها القتالية بصورة انهكت كيان الاحتلال خلال ايام قليلة والجأته الى وقف القتال من جانب واحد وسياسيا فان الحرب الاخيرة بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن محللين اثبتت فشل التحالف بين نتنياهو واليمينيين الصهاينة كما اثبتت فشل مساعي اطراف اخرى في فلسطين لاستبعاد فصائل المقاومة الفاعلة من العملية السياسية في البلاد اما عن ملف الانقسام الفلسطيني فقد اظهرت الحرب ان الشعب يسبق سياسيه بمسافة كبيرة حيث كانت القدس عنوانا بالغ الوضوح لوحدة الشعب الفلسطيني ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة بل كذلك في الداخل المحتل سنة 1948 والذي اضاف بانتفاضاته بعدا اكثر استراتيجية للصراع مع الكيان الصهيوني وفي المحصلة فان اهم ما تمخضت عنه معركة سيف القدس هو تواري نظريات الحلول الوسطى والتنصيق الامني مع سلطة الاحتلال في ظل عودة للحديث عن الامل في تحرير فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر